بعد ساعات من الجريمة رأى الأهلي مبنى كلية المجتمع بذمار مدمراً بشكل كامل لكنهم لم يسمعوا الأصوات القادمة من تحت الأنقاض فقد توقفت بل أنها لم تغادر المكان ولا الحناجر أكثر من 130 معتقلاً لدى ميليشيا الحثي دفنوا تحت الإسمنت والحديد والأحجار وحال الظلام دون الإنقاذ الفوري لأربعين مصاباً وهم من تبقى من المائة والسبعين معتقلاً هؤلاء الأسرى وأغلبهم مسافرون حول طيران التحالف وجهتهم فبعد أن اعتقلتهم ميليشيا الحثي في مباني أقيمت لتكون قاعات دراسية أصبحت مقابر جماعية ليمنيين لم يشاركوا بالأعمال العدائية كما وصفهم الصليب الأحمر الدولي عقب الحادثة كتب أيضاً فريق الصليب الأحمر إنه في طريقه إليهم وأن بحوزته مئتي كيس للجثث وأدوية لمن تبقى على قيد الحياة ولم تكشف الهيئة الأممية عن مصير المصابين بعد تلقي العلاج وما إذا كانوا سيعودون إلى معتقل آخر بعد دمار السجن كلية المجتمع كما أن معظمهم لا تعرف أسرهم عنهم شيئاً فقد رافقت الإخفاء عملية الاعتقال ووزعت أسماء لمعتقلين قيل إنهم بين من استهدفهم طيران التحالف الذي لم يخشى الإعلان عن تحقيق انتصار دون أن يتحدث عن من تمزقت أجسادهم تحت المبنى الذي دمروه عدة أيام يحتاجها العاملون لإخراج الجثث من تحت الأنقاض فيما لم يحتاج القاتل أكثر من بضع دقائق لتنفيذ المهمة والعودة إلى مدرج الإقلا